المحل التحكيمي لبرنامج المنتصف كبتن ممدوح اليوم حالة جدلية حول موضوع أدوارد وفي ناس يقولون وين حكم المباراة ما أطلق صافرته بعد ما سقط لاعب الاتحاد لماذا كنا ننتظر أدوارده أنه يطلع الكرة مثلا وحكم المباراة ما صفر طبعا هو بالنسبة للهدف هدف قانوني هدف صحيح هدف شرعي هدف شرعي ما فيه عليه غبار هدف صحيح قانوني طبعا كون اللاعب أن يوقف الكرة من أخلاقيات الكرة القدم أنه يطمئن على سلامة زميلة أو صارت عرف عند اللاعبين أنه لما أشوف لاعب كروح رياضي يطلع الكرة وهذا المفروض أن يصير حكم المباراة طبعا الحالة كانت تقريبا هجمة الهلال متأخرة بهدف اللاعب سقط أنا كحكم أنا ما أقدر الحالة لحظة سقوطه ما كان فيه استدام واضح أنه يعني لعبة خطيرة أنه نوقف اللعبة رأسا فاستمر أنه يلعب الكرة أو يخرجها زميله الحكم سمح باستمرار اللعب وهذا قرار يعني الحكم تقدير للحالة والهدف بالتالي شرعي 100% هدف صحيح طيح بولام فيه إدواردو طبعا أنا قلت لك أنها صارت عرف من أعراف كرة القدم اللاعبين كطروح رياضية هل يمكن أن نصف هذا الهدف بأنه هدف غير أخلاقي؟ أنا بالنسبة لي يعني هذا وجهة نظر الزملاء نحترمها ولكن أنا كلاعب من حقي أني أنا أستمر باللعب إذا شعرت أني أنا أبغى نتيجة الشي الثاني أنا ما شفت اللعب أصيب أصابة جسيمة حتى أنا أقول أنه والله لازم وقف اللعب يعني كانت مجرد تراها ثواني بسيطة يعني كانت داخل 18 يعني كلها فأعتقد أنه برضو بعد دواردو جت اللاعب الاتحادي ما طلع الكورة استمر باللعب أعتقد أنه عدنا مفلاتة فيعني أعتقد الهدف بالأخير كقانونيا هدف صحيح 100%